مرحبا وكيف الحال؟ التزامك بالحميات قليلة النشويات أو أنك تقلل سعرات أو أنك تعمل عملية تكميم وقص معدة أو أنك تاخد بعض العلاجات ممكن يؤدي إلى نقص الزنك عندك نقص الزنك من المشاكل المعتادة والتي تعمل مشاكل كبيرة في تساقط الشعر عند السيدات ضعف المناع عند الرجال والضعف الجنسي كمان في حلقتنا اليوم سنحكي عن كل ما يتعلق بالزنك مصادره كرفية توقي من الأكثر عرضة للإصابة فيه وإيش أهم وضائفه وكيف تعرف أنه عندك نقص في الزنك وفي أي مرحلة أنت موجود أكيد في بداية حلقتنا أنت عمالك بتحضر صحة بلس مع سمارة وراجعين بعد الفاصل وجود الزنك في حميتك اليومية إشي أساسي لازم تحافظ عليه فما عندك مخزون كافي من الزنك واحتياجك للزنك لازم يكون يومي فرغم انخفاض مخزونك من الزنك في جسمك إلا أنه الزنك أهم العناصر في جسم الإنسان فالزنك بتحكم في كل العمليات الأيضية من خلال تحكمه في معظم الأنزيمات الموجودة في جسمك فالزنك بساعد على حماية الخلايا من التلف وحمايتها من الأكسد إضافة إلى مساعدته في بناء البروتينات من خلال ترجمة الشفرات الوراثية فهو بساعد الخلية بالقيام بوظائفها بشكل عام حتى تقدر تنقسم القسامات متساوية وانقسمات طبيعية فوجوده ضروري لعملية النمو الطبيعي وظيفة الزنك أساسية في عملية بناء بروتين الهيموغلوبين وهو البروتين الأساسي في الدورة الدموية في خلايا الدم الحمراء ناهيك عن دوره الأساسي في دعم وظائف البنكرياس فهو بساعد على عملية إنتاج الأنزيمات الهاضمة بالإضافة لهرمون الإنسولين وبالتالي بكون له دور أساسي في عملية انتصاص وهضم بالإضافة لأيض كل من البروتينات والنشويات والدهون يؤثر الزنك على سلوك الإنسان بالإضافة لقدرته على التعلم ولا ضبط مزاجه ناهيك عن قدرته على تنشيط جهاز المناعة فهو أهم العناصر لتنشيط جهاز المناعة وهي أهم وظيفة للزنك بالإضافة لقدرته على عملية الاستشفاء والتقام الجروح مسؤول الزنك عن مالية الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية بالإضافة إلى مسؤوليته عن صحة حاسة الذوق ناهيك عن وظائف الدماغ ونموه السليم للعظام فهو ضروري لكل عمليات النمو وخصوصا للأطفال يؤدي نقص الزنك ولو طفيفا إلى كميات كثيرة من المشاكل اللي ممكن تمر بأي شخص نتيجة نقص الزنك معلومة على الهامش يعاني مرضى السكري من مشاكل في العين بشكل عام بسبب تلف الشبكية المرتبط بنقص الزنك عند مرضى السكري فالزنك هو مسؤول بمسؤولية أساسية في عملية تحويل الفيتامين A إلى الشكل الفعال الريتانون والمهم جدا لعملية الإبصار والرؤية واللي بيؤدي نقص الزنك إلى مشاكل في قدرة الرؤية خصوصا بالليل فتعد الزنك موجود أكثر تركيزا داخل الشبكية والطبقة أسفل الشبكية المليئة في الشعيرات الدموية ويتم نقل الفيتامين A الفعال الريتانون باستخدام الزنك من الكبد إلى العين واللي بيقوم في إعادة صيانتها وحمايتها من التلف عند فقدان الزنك من الجسم بفقد الجسم قدرته على النمو بشكل طبيعي وبتفقد الخلايا قدرتها على التكاثر بطريقة طبيعية فمن خلال دراسة الزنك في السبعين سنة المنصرمة بيّنت أنه في مشكلة عند الناس في الشرق الأوسط وتحديدا الأطفال واليافعين فلما عند اكتشافه في أول مرة قبل الخمسين سنة وجدوا أن الأطفال الموجودين في مصر بعض الأطفال الموجودين في مصر عندهم مشاكل في الزنك بسبب حمياتهم الغذائية المعتمدة بشكل أساسي على منتجات الحبوب والبقول ونقص استخدامهم لمنتجات اللحوم بيّنت هذه الدراسات أن نقص الزنك عندهم أدى إلى عدم النمو بشكل كامل من ناحية جسمية وجنسية فظهرت عندهم أن حميتهم قليلة باللحوم وقليلة بالزنك عالية جدا بالألياف وتحديدا الفايتك أسد والموجود بكثرة في الخبز برتبط الفايتك أسد بالزنك وبمنع امتصاصه وبالإضافة أن الخبز المستخدم أين ذاك كان قليل الخميرة البيرة ما بيستخدموها فما بيكون منفوخ هذا بيزيد من عدم امتصاص الزنك عمر هذا الشاب 17 سنة لكن طوله ما بتجاوز 120 سانتي أي طول طفل بالسابعة من عمره بينما جهازه التناسلي ما بتجاوز من حيث النضوج طفل في السادسة من عمره أدى نقص الزنك في حميته إلى هذه المشاكل بشكل عام ويمكن معالجتها بطريقة جزئية من خلال إعطاؤه مكملات الزنك أما أعراض نقص الزنك فجسم الإنسان بيحط الزنك عند كل الأعضاء اللي بيحاجة إله ولكن لما يصير فيه نقصان إلها بوجه الجسم الإنسان الزنك إلى الأعضاء الأكثر أهمية فكل من الشعر والمناعة والجهاز الهضمي والذوق كلهم بيحاجة للزنك باستمرار لأنهم بيغيروا خلايا بسرعة واستمرار لكن لما يصير فيه نقص عندك بالزنك الجسم بيحافظ على المناعة على الجهاز الهضمي على حاسة الذوق ثم يفكر بموضوع المكملات والإكسسوارات زي الشعر عشان هيك أول عرض من أعراض نقص الزنك هو التساقط الحاد للشعر فلما تمشط شعرك وتلاقيه بطلع خصل خصل فهذا دليل على نقص الزنك خصوصا إذا أنت بتعملي حمية ومقلل أكلك وأكلك ما فيه كتير لحوم فنقص الزنك ممكن يكون سبب تساقط شعرك أما العرض الثاني وهو فقدان حاسة التذوق فبعد الشعر يأتي حاسة الذوق لأنه خلايا الذوقة بتتكرر باستمرار بتتجدد باستمرار وعمر النصف إلها من أسبوع لأسبوعين هذا الإشي اللي بيخليك لما بتترك السكر لمدة شهر وترجع تاكله من ثاني بتحس أنه حلاوته زيادة عن ما أنت كنت متعود فيها بالزمنات ونفس الإشي يصير مع الطعم الحار لما بصير عندك نقص في الزنك جسمك بفضل أنه يعطي الزنك لجهاز المناعة والجهاز الهضمي وبترك موضوع الكماليات مثل السذاع الشعر والذوق لما تصاب بمرض زي الكورونا مرض قوي جداً بده جهاز مناعة قوي جداً فالجسم بركز الزنك على جهاز المناعة لإشي اللي بيخلي أحد أعراض مرض الكورونا فقدان حاسة التذوق والشم أما العرض الرابع فهو فقدان السريع بالوزن غير المبرر فإذا أنت بتأكل بشكل عام وعندك ما سبق من أعراض وعم تنزل بالوزن فأكيد عندك فقدان في الزنك إذا أنت عم تعمل حمية زي حمية الكيتو عم تنزل زي الصاروخ بالوزن وفي تساقط شعر فما تكون مبسوط لأنه ممكن حميتك السيئة أدت لنقص الزنك فأنت عم تفقد بشغلتين أنت ما عم تفقد بس دهون وبتفقد كتلة عضلية الزنك مسؤول عن إعادة بناء البروتين والحفاظ على الكتلة العضلية فإذا أنت عم ما لك بتخسر دهون زائد عضلات وتساقط شعر أنت عم بتدمر جسمك فخسارة الوزن هي أحد أعراض نقص الزنك بالأعراض اللي بعده هو مشكلة في عملية التئام الجروح فالزنك أساسي لعملية تجدد الخلايا ومرضى السكري بعانوا من مشاكل في الزنك اللي بتنعكس على عدم قدرتهم على التئام الجروح معلومة على الهامش عادة ما يعاني مرضى السكري النوع الثاني ومرضى السكري النوع الأول من بطء الشديد في التئام الجروح وخصوصا في الأطراف واللي أحيانا ممكن تصير عندهم غير غرينة ويبتد الطاقم الطبي ببتر الأعضاء أو الأطراف المصابة بهذا المرض طبعا يعزى ذلك إلى مجموعة من المشاكل أولها والأساس فيها هو تعب الدورة الدموية والشعيرات الدموية المتهالكة بسبب الارتفاع المفرط في السكر والمستمر واللي بالتالي بتعملهم تلف في الجهاز العصبي والأعصاف في هذه المنطقة فما بيعود المريض عارف أنه هذا رجله اللي عم بيستخدمها رغم إصابتها اثنين أن الشعيرات الدموية المتهالكة ما بتقدر توصل الأكسوجين والمعادن وأهمها الزنك بالإضافة للبروتينات إلى المنطقة لإعادة التشافي والعلاج وإعادة الالتقام نهيك عن أن الزنك الموجود هناك إن وصل أساسا مستغل في رفع جهاز المناعة وتجدد الخلايا المناعية اللي بتعاني في مقاومة البكتيريا والالتهابات الناتجة عن البكتيريا اللي عم تتغذى على السكر المرتفع من حمية المريض اللي بيعاني في شفاءه هذه الأسباب كلها بتخلي الزنك ما عم بيقدر يقوم بعمله ولا العضو عم بياخد التغذية اللازمة لشفاءه أما النقطة السادسة الشخص هذا اللي بيعاني من الضعف أكيد حيكون بيعاني من الضعف الجنسي وخصوصا للرجال فانقفاض الزنك حيقلل من هرمون التستسترون الهرمون اللي بيعطيك القوة والسعادة واللي بيساعدك على الحفاظ على عضلاتك وبيساعدك على إنتاج الحيوانات المنوية ورغبتك الجنسية وبيساعدك على الانتصاب فكل هذا مع النقصان الحاد من الزنك رح تفقده بيظل عندك شغلة واحدة الأساسية اللي هي المناعة استمرارك في نقص الزنك عندك حييفقدك حتى قدرتك على حماية حالك من المعتدين من البكتيريا والفيروسات فبهبط عندك جهاز المناعة ويفقد قدرته على إنتاج خلايا مناعية جديدة وبالتالي بتزداد الالتهابات في كل جسمك وبتصير البكتيريا الموجودة في جسمك والخامدة أكثر شراسة وبتصير عندك أمراض أكثر إمراضية وبتصير دائما تعبان ومريض والله يكون بالعون طب إيش هي كمية الزنك اللي لازم أنت تستهلكها يوميا بيحتاج الرجال لكميات من الزنك أكثر ما بتحتاجه النساء وهذا على عكس الحديد وكل هذا بيعزال يهمية الزنك في بناء هرمون التستوسترون الموجود بكثرة بكميات كبيرة عند الرجال بالإضافة إلى حاجة الزنك لبناء ملايين الحيوانات المنوية في الخصيطين ناهيك لدور التستوسترون في بناء الكتلة العضلية الأكبر عند الرجال وهذه الكتلة العضلية بدها بناء بروتينات والضروري وجود الزنك لبنائها ناهيك أن الزنك هو اللي بيحمل كتلة العضلية من الفقدان لا تنسى أن دور الزنك أساسي في صحة البروستاتا عند الرجال يحتاج الرجال إلى استهلاك 11 ميلي جرام من الزنك يوميا والموجودة في 190 جرام من اللحم الأحمر بينما تحتاج السيدات إلى 8 ميلي جرام من الزنك معلومة على الهامش يحتوي الجلد على كمية لا بأس فيها من الزنك واللي بتمثل 5% من كامل الزنك الموجود داخل جسمك فالزنك دوره دور أساسي في عملية صناعة الكالوجين اللي بيصنع الجلد بالإضافة لدور الزنك في تنشيط جهاز المناعة الموجود في الجلد لحمايته عند التعرض للإصابة بيّن الدراسة على 60 مريض سكري شملتهم لـ 12 أسبوع هدول الأشخاص مصابين بتاق الروحات في الأقدام مسكت مجموعتين من الناس مجموعة من هدول المرضى عطتهم الزنك 200 ميلي جرام يومياً بينما المجموعة الثانية ما عطتهم الزنك بيّنت الدراسة أن الأشخاص اللي اتلقوا مكمل الزنك كان استجابتهم للاستشفاء وتلتئام الجروح أفضل من أشخاص اللي ما أخذوا الزنك يؤدي استهلاك كميات عالية من الزنك دون استشارة طبيبك إلى الدخول في أعراض التسمم بالزنك فالقيمة القصوى للزنك اللي ممكن تستهلكها يومياً من المكملات هي 40 ميلي جرام في اليوم الواحد واستهلاكك لأكتر من 50 ميلي جرام بعرضك للتغرض لتسمم الزنك وبالتالي إلى القيء والإسهال بالإضافة لأملام البطن والصداع أضف إلى ذلك مشاكل في الهبوط في الطاقة والإعياء بالإضافة إلى هبوط المناعة بالإضافة إلى فقدان الشهية وانخفاض الـ HDL أو الكوليسترول الجيد ناهيك على انخفاض الحاز في قيم النحاس والحديد وبالتالي فقر الدم وحتى تتجنب النقص في الزنك ضروري تعرف مصادر الزنك الطبيعية فعلى مصادر الزنك الطبيعية هي المأكلات البحرية القشرية وأغناها على الإطلاق هو المحار فبيحتوي 100 جرام من المحار على 6 أضعاف حاجتك اليومية من الزنك يعني بحتوي على 65 ملي جرام من الزنك يليه اللحوم الحمراء اللي الميت جرام منها بحتوي على 5.5 ملي جرام من الزنك بعده بيجي الدجاج ففخدة الدجاج أو ورك الدجاج بحتوي على تقريبا على 5 ملي جرام من الزنك بعده فيه القنبري فالقنبري المئة جرام منه بيحتوي على 2 ميلي جرام من الزنك يليها البذور مثل بذور الكتان بذور دوار الشمس وبذور الشية اللي بيحتوي معلقة الطعام الواحدة منها يعني 30 جرام على 3.5 ميلي جرام من الزنك بعدها المكسرات فال30 جرام من المكسرات بتحتوي على 1.6 ميلي جرام من الزنك البقول زي العدس بتحتوي على 3 ميلي جرام للكوب الواحد البيتطين بيحتووا على 1.5 ميلي جرام بينما أخيراً 30 جرام من الشوكولاتة 90% أو 70% كاكاو تحتوي على 1 ميلي جرام من الزينك معلومة على الهامش يعد أكثر الناس عرضة للإصابة بنقص الزينك هم الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الأمعاء والقولون مثل كرونز ديزيز بالإضافة للأشخاص اللي عملوا عمليات تحويل المسار أو التكميم لأنهم عملوا إعاقة دائمة في الجهاز الهضمي وبامتصاص الزينك بالإضافة للأشخاص اللي بالتزموا بالحميات النباتية زي الفيجيتارين والفيغان أضف إلى ذلك السيدات والنساء الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع اللي بيرضعوا رضاعة طبيعية حصرية رغم أنه لازم ياخدوا مساعدات بعد السبع والست أشهر أضف إلى ذلك الأشخاص المرضى بالأنيمية المنجلية والأسخاص المصابين بالسكري وبأمراض الكلاء المزمنة كرونيك كيدني ديزيز أضف إلى ذلك الأشخاص اللي بتعاطوا الكحول بنهاية حلقتنا لليوم إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكمس عشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وما تبخل حالة علينا بأنك تعملنا لايك فإحنا بتشجيعك منستمر ودعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستين كلينت بتقدروا تشوفوني على إنستجرام والسناب شات وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي ومع السلامة وبأمان الله باي